خيام في القرن الواحد والعشرين إنها نكبة ثانية للشعب الفلسطيني بعد أن أراد الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة بهذه النكبة التي تتجدد وتتكرر بفعل الإجراءات الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة هذه الخيام التي وفرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا للنازحين الجدد في قطاع غزة هذه الخيام يمكن القول عنها بأنها باتت تراود الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 أي قبل 75 عام وحتى هذه اللحظة نتحدث عن استمرار هذه الحالة من النزوح لألاف الفلسطينيين أو ربما مئات الألاف من الفلسطينيين في قطاع غزة غارات إسرائيلية كثيفة أجبرت عدد من الفلسطينيين على النزوح باتجاه هذه الخيام يعني نحاول من خلالكم مشاهدين ومعكم أن نستطلع أرى النازحين يعطيكم العافية الله يعافيك شو وضعكم في الخيام؟ الوضع لا يوصف لا يعني صعب علينا نوصفه الوضع كتير كتير صعب إحنا يعني وصلنا من مكاننا بالعافية وصلنا لمكان لا يستحق للمعيشة يعني لأشخاص إحنا منحتاج يعني هنا مكان كتير كتير صعب الأماكن لا يعني لا يؤهل العيشة الآمنة للعيشة الصحية للعيشة اللي إحنا عايشينها الوضع كتير لا يوصف صعب جدا إحنا منحتاج إحنا منتمنى نأخذ الخيمة بس نروح نرجع عبيوتنا نحط خيمة على بيوتنا ومنعيشش في هذا المكان المكان هذا يعني المقاومات الحياة في الخاصة المصارف الصحية هناك صعبة الأكل الغذاء هنا صعب نخايفين على أطفالنا من المراض من الوباء إحنا طيب إنتم من أين نزحتكم؟ إحنا من غزة الشيخ رضوان الشيخ رضوان بيوتكم راحت؟ في أدرار جسيمة وفي بيوتنا يعني أولاد كتير معظمنا يعني أصلا كمان نعرفش إيش صار بالزبط في بيوتنا طيب الآن أنت كستبيت شو اللي بتتمنى أن يكون موجود وغير موجود في هذا الخيام؟ أش بتمنى يكون موجود؟ الأمان أهم إشي الأمان إحنا نطلب الأمان يعني أهم إشي إنه إحنا نعيش إنه نعرف إنه إحنا حنام حنصحى بكرة عايشين ولا لا هاي اللي طلبينه طلبينه حياة طبيعية زي الناس زي العالم حقوق الطفل حقوق حقوق الأطفال حقوق العجز حقوق المرضى إحنا نعتبر يعني إحنا إنسان مش إحنا حقوق يعني إحنا بنتعلم حقوق الطفل ونتعلمهم ونحفزهم لأولادنا ولا تطبق علينا إحنا بنعيد مشاهد من مشاهد النكبة إحنا لما طلعنا من بيوتنا كأنه طالعين من نكبة من 48 إحنا بنعيد التاريخ إحنا بناش ندرسهم تاريخ لأنهم حضروا وعاصروا إحنا يعني كتير هنا الوضع صعب إحنا كنا نحكي نتفرج عليه بالمسلسلات بكل مكان إنتي كستبيت كيف بدبر أمورك في هذا الوضع المأساوي بنحكي عن خيمة ما في بنية تحتية ولا مصارف ما في غازلة طهي ما في كيف بدبر أمورك أقسم بالله الوضع هان صعب يعني لست على حتى لا مش عارفين كيف ندبر إيش بدأ غديهم بنرجع للمعلبات لعلا بيتتونا هذي يعني مواد حافظة هذي غير صحية إنه يوم يوم الطفل يكلها أو يوم يوم الأطفال يكلوها العجز أما يعني مثلا ابني بدو يرضع بدو إيشي لازم نغليله الحليب فالشي ما كان نغليله المكان الحليب يعني نوفر له ماء صحي فالشي إيشي يعني من مقاومات الحياة هن طبيعية أو صحية إحنا بنعاني معاناية يعني بننا نصحة بس بدنا نفكر كيف بدهم يعيشوا أطفالنا كيف بدهم يعيشوا كيف بدنا ندبر وضعنا كيف ندبر أمورنا يمكن حتى الأخبار بطلنا نسمعها على على هوا الوضع اللي إحنا عايشينه الوضع كتير كتير مأساوي في كل مكان وباء في كل مكان قمامة في كل مكان يعني غير صالح للسكن في حشرات غير صالح للسكن بتاتا شكراً الله يكون بالعون إذن مشاهدين الكرام يعني هذه الحالة والتي تتساوى مع كافة النازحين الذين يتواجدون في هذه الخيام خيام تعيد الذاكرة الفلسطينية لأكثر من 75 عام حين أراد الاحتلال الإسرائيلي وأوجد فكرة التهجير للفلسطينيين هذه الحالة نشاهدها ونلاحظها بين هذه الخيام كنا نستمع عنها ونستمع عن هذه القصص وهذه المأساة من خلال التاريخ ومن خلال بعض البرامج ومن خلال الكتب والروايات اليوم الفلسطينيون يعيشون هذه المعاناة ويعودوا إلى عشرات السنوات وربما المئات من السنوات لا غازة لا ماء لا طماء لا طعام وأيضاً لا كهرباء كافة مقاومات الحياة باتت غير موجودة في ظل هذا القصف الإسرائيلي المستمر وهذا النزوح المستمر للفلسطينيين من أماكن سكناهم إلى أماكن النزوح الجديدة وهذه إشارة بأن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الغارات وفي هذه السياسة من التهجير للفلسطينيين ولا يتوقف عن هذا العمر خيام على كترتها ولكنها تعكس الوجه الصحيح والحقيقي لمعاناة الشعب الفلسطيني مع استمرار هذا الاحتلال الإسرائيلي محمد بن موسى الغد من داخل خيام اللاجئين الجدد في قطاع غزة شكرا